نفع الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ما تردد من انباء حول اطلاق صراح عدد من رموز النظام السابق واكد وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسب محمد عبد الرحمن في السجن والزبير محمد الحسن في الاقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والاجراءات القانونية فيما اطلقت السلطات المختصة صراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الايام الماضية